أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح رئيس السلام له كل المجد أحبائي العالم عم يتخبط من كل ناحية الظروف الصعبة عم تواجه كل الناس العالم عم يحترق وهذا طبعاً اقتباس لكتاب قديم كتبه المبشر العظيم بيلي جراهم وتخيلوا لما كتب هذا الكتاب عن كل الأحداث السياسية والدينية والاجتماعية اللي بتحدث في تلك الأيام العالم يحترق فما هو الحال في هذه الأيام عم نشوف ظروف صعبة في كل مكان عم نشوف تحديات بتواجه الكنيسة من كل حد وصوب عم نشوف الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية والروحية والسياسية كلها عم تدهور إلى الوراء والمقصد أنه مش أكون رسول طبعاً للأمور يعني الفازدة أو الأمور اللي بتحدث من ناحية سلبية لكن كل الغرض من هذه الحلقة هي دعوة لنستيقظ ونصحه هذه الدعوة لكل الناس دعوة للمؤمنين ودعوة لغير المؤمنين وللمؤمنين هذا لا يعني أنه إحنا أفضل من غير المؤمنين لأنه بالحقيقة الشخص المؤمن هو مؤمن بسبب نعمة الله عليه بسبب رحمة المسيح لأنه تاب عن خطية وآمن بالرب يسوع المسيح فلا يوجد أي فضل لأي إنسان فكلنا نحتاج نعمة الرب ولكن غير المؤمنين اللي أصيبوا بالعمى الروحي والذهن طبعاً الفاسد وأنه عم بيشوفوا الخير شر والشر خير ومش عم بيكون القرارات الصائبة الصحيحة والعالم ابتدى يتخبط من كل ناحية فأنا أدعو كل مشاهد حتى نصحى حتى نستيقظ حتى نكون سبب بركة حتى نكون سبب خلاص حتى نكون رسالة رجاء لعالم يائس وبائس في هذه الأيام وصلاتي كما صلى الرسول بولوس وليملأكم إله الرجاء كل صرور وسلام كل صرور وسلام هذا الرجاء المبارك اللي بخلينا نعيش بالفرح وبيخلينا نعيش في السلام ابقوا معي سأبتدئ حديثي بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة